اشتركوا في القناة وفيديو على يوتيوب طمعا كل من عصومي ووليد المتابعين عن صحة ابوهم خالد مقداد عن طريق استوريهات انستجرام وكشفوا انه حيغادر المستشفى قريبا جدا ألف الحمدلله على سلامته لأنه الايام الماضية واليومين الماضين وصلوا لأخبار من المستشفى الحمدلله كتير طيبة انه بابا عم يتحسن ووضعه الصحي عم يتحسن اكثر فاكثر واموره طيبة ان شاء الله خلال ايام قليلة رح يطلع من المستشفى اما اياتي وعم طريق بوست على انستجرام ردت على فيديو احمد ابو الرب اللي انتقد فيها الفيديو تبعها اللي كان بعنوان صرت حرية بحر ليون كامل ورجع شارك احمد صريهات علق من خلالها على الصورة اللي قامت بنشرها ايات وكتب لما حد من المشاهير يرد علي او يتمسخر علي انا مستحيل اذايك بالعكس انبسط وزي ما انا بحكي عنهم هم يطلع لهم يعملوا هيك واليوتيوب بيصير ممل اذا ما كان في اشياء زي هيك اما هيلا تيفي فكشفت باخر فيديو على قناتها على يوتيوب عن حقيقة زواجها وانها تزوجت قبل اشهر قليلة وزواجها ما كان الا علاقة بتركها ليوتيوب لمدة اربع سنوات وكشفت ايضا انها عم بتحضل لمفاجأة مع زوجها ورح تكشف عنها بعد تخطيها لهاجز ال 15 مليون مشترك مع انها تخطت ال 9 مليون مشترك مبارحة الف مبروك لهيلا تيفي اما اسامة مروى فشارك ستوري مفاجئ وغريب على انستغرام اتضمن على التنازل مدة 17 يوم وعلق بي اوفلاين فقمت بالتواصل معه شخصيا عبر الخاص وصرح انه رح ينقطع عن التنزيل على يوتيوب خلال هذه الفترة وبتصريح حصري لي ذكر اسامة انه رح يعلن عن خبر ومفاجأة كبيرة فور عودته ليوتيوب بعد هال 17 يوم فشو هي توقعاتكم لمفاجأة اسامة اما صار المالح وفي فيديو انس واصالة الاخير كشفت ان الطفل اللي كان بيظهر ببعض من فيديوهات انس واصالة على يوتيوب يكون ابنها من زواج سابق واسمه عمر فتفاجأ المتابعين من هذا الخبر بشكل كتير كبير اما غيث ماروان فاعلن من خلال فيديو وصوريهات انستجرام عن انضمام بنت جديدة للشلة واللي رح تظهر معهم بالفيديوهات الشاي فقبل ما ينزل الفيديو واجهت ديانة عدد كبير من الانتقادات من طرف عدد من المتابعين وفي بعض منهم طلبوا منها عدم الانضمام للشلة فقرر غيث الرد على هذه التعليقات ببداية الفيديو أنا نزلت على السوري عندي على الانستجرام انه في شخص جديد حينضم للشلة وحيصير يطلع معنا وبصر شو فكله أنا بدراما وحسب حسابات انه طلعنا شخص وتخلنا شخص وعملنا اكشن بس انضم شخص جديد للقناة اوكي عشان يطلع معنا فحبيني اعرفكم عليه بطريقة جديدة وفي نفس الوقت وبطريقة رامز جلال واللي اداها صديقه ايدي شاف هالبعض رد على نور ستورس فشو رأيكم بهذا المقطع و بعد ما شارك غيث هذا الفيديو شارك استوريهات على انستجرام حط فيها النقاط على الاحراف ووضح انه ما فيه اي مشاكل بينه وبين الناس اللي يمتابعهم على انستجرام فهيك اكد انه ما فيه بينه وبين نارين بيوتي اي خلاف ولكن هذا يدل انه فيه مشاكل معا رستارس موسيقى موسيقى موسيقى